السلام عليكم في الفيديو ده هنالجم مع بعض speech processing lecture 1 المسال قبل ما ابدأ شرح كان فيه ناس قالوا لي على comments عشان نحسن بيها الفيديوهات بعد كده وكان اهم 2 points اول point content انا قبل ما ابدأ الفيديو عايز اعرف هل الحاجة اللي انا محتاجها موجودة ولا لا فعشان كده في الاول هيكون فيه عندنا ماب زي دي فيها اسم الفيديو وفيها الـ subtitles اللي احنا هنشرحها حيث تشوف الحاجة محتاجها موجودة ولا لا ولو مش موجودة تشوفها في فيديو تاني طيب تاني حاجة انا بيبقى فيه جزء معين عايز افهمه مش عايز اشوف الفيديو كله فدلوقتي بقيت لو نزلت بالماؤس على timeline بتاع الفيديو اللي هنا في اليوتيوب او بصيط في description هتلاقي ان الفيديو متقسم لشابتر او اجزاء وكل جزء ليه title بتاعه اللي بنشرحه في الجزء ده فبدل ما تشوف الفيديو كله تقدر على طول تروح على الحتة اللي انت محتاجها بس طيب دلوقتي نبدأ اول حاجة احنا هنتكلم على lecture one مسائل والنظر اللي هنشرحه هيكون يا اما بيساعدنا لفهم المسائل او بيساعدنا في حل المسائل تمام وبعدين بعدها هنشرح كان بيه حاجات basics كده مهمة تساعدنا في الحل بعد كده هندخل بعدها على signals هنعرف signals بيتعملها classifier على اساس ايه ال operations اللي بتتم عليها وهنحل مسائل وبعدين هندخل على basic system هنعرف ايه هو basic system وال properties بتاعته وهنحل عليه مسائل طبعا الماتيريال اللي هنشرح لها دي باي دكتور جهاد اسماعيل سيد اول حاجة ايه هو speech processing ال speech processing باختصار ان احنا عندنا صوت او كلام وعايزين نعمل عليه analysis او نطلع منه information معينة فده بيحصل ازاي ان احنا بنحول الصوت ده لdigital signal والdigital signal دي نبتدي نعمل عليها processes المطلوبة علشان نوصل للجول بتاعنا فاحنا هنبتدي نتعلم ازاي نقدر نتعامل مع ال digital signal دي في الاول في كم حاجة كده هنعرفها عن signals اظن ان احنا عارفينها وعدت علينا كتير جدا بس هنرجع مع بعض اول حاجة ده بيبقى شكل signal فلما ال signal بتعمل phase او cycle كاملة زي كده احنا مثلا بدأنا ال point D فعمل cycle يوقفنا عند ال point D ده بيبقى اسمه wavelength او one cycle تمام طيب تاني حاجة ان كل signal بيبقى لها frequency ايه هو frequency لو جينا نقول مثلا رسمنا خط كده ورسمنا خط كده ال frequency هي هي عملت كام cycle per one second فاحنا هنعتبر ان ما بين الخطين دول one second فلو شفنا اول signal هنلاقي ان هي تقريبا عملت one cycle التانية عملت تقريبا two cycles التالتة عملت تقريبا three او four cycles فاحنا كل ما يبقى cycles في ال one minute اه في ال one second وليلة يبقى frequency وليلة فلو شفنا المثال التحت ده المفروض ان المسافة دي كلها one second فعمل فيها كام cycle four cycles بيكده frequency four cycles per second او اليونت اللي احنا نستخدمها اللي هي الهيرتز تاني حاجة لازم نعرفها فرق بين two type of signals ال analog signal وال digital signal برضو باختصار ال analog signal هي continuous function of time والdigital signal discrete function of time بمعنى ان دلوقتي عندنا ال timeline هنا ال analog signal بتفضل شغال على مدار ال timeline او ال time كله على عكس ال digital signal digital signal not continuous did discrete فبيبقى على كل rate معين او كل مسافة معينة بتقرأ signal او بتدي signal ايا كان المسافة دي بكام او هي كام يونت بس كل one unit بتدي signal زي ما احنا شايفين على عكس ال analog signal تفضل ماشي على مدار ال timeline او continuous طيب دلوقتي انا عايز احول من حاجة للتانية عايز احول من analog signal ل digital signal نعمل ايه حاجة اسمها sampling ال sampling باختصار ان انا باخد samples على مدار ال analog signal بتاعي فبعمل ايه اول حاجة بختار rate امشي بيه يعني اختار rate امشي بيه انها دلوقتي ال timeline ده او ال signal دي على مدار عشر سواي انا هختار ان انا مثلا كل ثانية هقف هيخد sample من ال analog signal يعني انا بدأت هنا همشي one second وبعدين هشوف ال analog signal بتاعتي ال value بتاعتها بكام اروح ااخد point هنا طيب همشي one second كمان واشوف ساعتها ال value بعد بكام اروح ااخد one point وهفضل امشي بال rate بتاعي لغاية ما وصل لاخر signal تمام كده حولت من ال analog signal بتاعتي ل digital signal اللي هي الخطوط الحمرة دي بس او values اللي هي الحمرة دي بس طيب احنا عندنا مشكلة في sampling ايه هي ان انا ممكن اختار اعمل sampling ب low rate فيعمل مشكلة اسمها ال-aliasing ايه مشكلة ال-aliasing يعني ايه اعمل blue rate blue rate ان انا دلوقتي هنا اعمل ب one second طيب نفل ان انا عمتها كل five seconds بياخد sample ساعتها في values مهمة في ال signal في النص هتقع مني طيب ده هيأثر على ايه هيأثر ان احنا لما نكون عايزين نعمل reconstruct تاني من digital signal ل analog signal ساعتها ال signal مش هتطلع هيه هي ونشوف example هنا دلوقتي عندنا ال actual signal او ال analog signal بتاعتنا اللي هي دي هنعمل sampling rate معين فالrate ان احنا بدأنا اول mark point اخدناه هنا وبعدين مشينا تاني point اخدناه هنا وبدلنا لغاية ما اخدنا ال five points دول ده sampling بتاعنا وبعدين ما عملناش اي نوع من ال processing على ال signal وقلنا هنديزين نرجح تاني analog فايه اللي هيحصل هنيجي نبص احنا مش شايفين signal الاصيسية احنا هنشوف digital signal او ال points اللي عندنا دي فلما هنيجي نعمل reconstruct the signal هتكون بالشكل ده وطبعا زي ما احنا شايفين ان signal دي مش هي هي السيجنال اللي دخلت في الاول فدي مشكلة طيب المشكلة دي نقدر نحلها بايه بان احنا يكون في minimum rate عشان ما يحصلش مشكلة الالايزينج والminimum rate ده اللي هو اسمه ايه اسمه niquest rate niquest rate هو minimum sampling rate required for perfect reconstruction of continuous time signal from its sample تمام فالمفود ال rate ده هو minimum rate علشان يبقى perfect لما نيجي نعمل reconstruct the analog signal او continuous time signal طيب ده بنحسيبه ازاي بنحسيبه ان احنا بنعمل two times maximum frequency او اف ماكس ازاي بنقدر نجيب الاف ماكس ودي بنعرف انهي الماكسيم منين لما هنيجي نحل هنشوف examples للحال طيب دي حاجة اسمه نيكوست انترفل نيكوست انترفل باختصار هي one over نيكوست rate دلوقتي بقى عايزين نركز على ال discrete signal او digital signal وهنلاقي ان احنا نقدر نعملها represent before types اول نوع نقدر نعمل represent او اول طريق نعمل represent بال discrete signal هي graphical ان احنا بنشوف بنمشي على ال time line بتاعنا خلي بالكو احنا في ال discrete او في ال digital ال time line ما بيبقاش تي بيبقى n بنمشي عليه بنشوف لما كان negative three ال signal بتاعت الفاليو بتاعتها كانت بكم كانت بنجيب 2 لما كانت بنجيب 2 كانت الفاليو كام بسري وهكذا لغاية ما بنعملها represent بالطبيعة دي طيب تاني طريقة الفانكشنل ان احنا بنقول الفانكشنل بتاعتنا x of n equal equal one امتى لما نكون على ال time على ال line ده او ال access ده لما ال n كانت بone او سري فساعتها one هنا هيكون ال x بتاعتنا one فانا افترض ان هنا one كده و لما ال n تكون بسري فنفس الكلام ال n بسري و تاني حاجة بيقولك هتكون before لما ال n تكون ب2 فعندان ال n هنا ب2 هتكون before elsewhere يعني في اي n تانية هتكون بكم بزيرو زي هنا كده تمام طيب تالت طريقة هي عن طريق التابل ده ان احنا بنشوف كل n قصادها x of n ايه فمثلا لو شوفنا التابل ده هنلاقيه هو نفسه الجراف ده ممكن نمسح بس الحاجة اللي احنا رسمناها عليه هنلاقي ان مثلا عند ال n equal negative one هنلاقيه ال x of n بكام بزيرو زيرو تمام طيب عند ال n 2 هنلاقيها بسري بسري بالزبط كده اخر حاجة وهي ال sequence ان احنا بنقول x of n وبين curly brackets بنكتب ترتيب ال values اللي عندنا من الشمال لليمين طيب في حاجة بس هو هنا مش موضح ان احنا لازم دايما نوضح any point موجودة على ال origin او any point موجودة على ال zero على ال n تمام فبيكون موضح ياما بيعمل bracket تحتها ياما بيعمل سهم ياما بيكتب لنا ان ال point دي هي ال point اللي على ال origin تمام فلو جينا نشوف هنلاقي ان احنا بدأنا هنا اقصى حاجة على الشمال ايه negative 3 بدأنا بايه negative 2 فانكتب بنها negative 2 وبعدين 3 وبعدين 0 وهكذا بغاية الاخر طبعا برضو لازم نكون عارفين ان الطريقة او الفانكشن اللي نقدر نعمل بها represent the signal بتاعتنا بتبقى بال form دي كده طب نعرف كل حاجة ايه عبارة عن ايه اول حاجة عندنا الفانكشن بتاعتنا اللي هي x of t طبعا ده لو بنتكلم على continuous لو بنتكلم على discrete او digital هتكون بدأ لل tn x of t equal a cosine 2π frequency time طيب الايه ده اللي هي الامبليتود ويه الفريكنسي قلنا الفريكنسي ايه هي ويه الTIME الTIME احنا وقفين على فين في الTIME LINE او في الاكسس بتاعنا ويه احنا ممكن نعوض ال 2πf بحاجة اسمها angular frequency angular frequency زي ما احنا شايفين هنا اهو قدر يعوض بدل 2πf عملها بangular frequency طيب ده هنستفاد منه لما نيجي نحل المسائل هنشوف ايه الفايدة من الفورد دي بالوقت بقى هنتكلم عنا انواع السيجنلز وبيتعملها classify على اساس ايه اول حاجة بيتعملها classify على اساس هي continuous time ولا discrete time signal واظن ان ده وضحناه كذا مرة فوق طيب تاني حاجة هي deterministic ولا non-deterministic باختصار deterministic نقدر نعبر عنها بmathematical formula نحية حاجة بالشكل ده كده فنقدر نحن عملنا mathematical formula لو عايزين نتوقع بتايم كذا هيكون السيجنل بكام هنقدر على عكس ال non-deterministic ما بتبقاش بشكل uniform فمنقدرش نعود عليها بmathematical formula فبالتالي منقدرش نتوقع في تايم معين هتكون بكام طيب تاني حاجة هي even ولا odd even ولا odd بيبقى فيه شرط لازم نتأكد منه وهو لو بنتكلم من هي even فx of t equal x negative t يعني لو شفنا المثال اللي هنا بيقولك ايه بيقولك ان فيه signal signal x of t equal cosine t طيب هنيجي نطبق الرول بتاعنا هنجرب نقول x negative t هتبقى equal cosine negative t طيب في الحالة دي هل x t equal x negative t اه ليه علشان اول حاجة طبعا احنا عارفين ان الكوزاين بتشيل الناجاتف اللي جوه فيبقى كده معناها ان cosine t equal cosine negative t على عكس الا odd signal الا odd signal x t not equal x negative t هي equal negative x negative t وهنشوف طبعا المثال اللي هو بتاع x t equal sine t طبعا السين ما بتشيلش الناجاتف فsine t equal negative sine negative t تمام طيب تاني حاجة هي periodic ولا ap periodic برضو باختصار periodic ان احنا بيكون عندنا cycle والcycle دي بتتكرر فمعنى ان cycle دي بتتكرر ان احنا لو افنا اردو سانية لو افنا في اي point وافنا سانا عند الpoint دي كده وزودنا الوقت بتاع cycle اللي هو اسمه periodic time برضو ها قبل ما ندخل لحتة دي نقول ايه هو periodic time ال periodic time هو الوقت اللي cycle بتحتاجه عشان تبتكتمل فلو قلنا ان احنا هنبدأ من هنا عشان نعمل cycle دي كلها الوقت اللي اخدته هو t capital اللي هو periodic time فلو زودنا ال periodic time على اي point عندنا في السيجنل فهو هيزيد ويرجع لنفس ال value اللي كانت موجودة بمعنى احنا لو افنا هنا كده اهو وزودنا ال periodic time بتاعنا اللي هو plus دي capital periodic time فاحنا هنلف one cycle اللي هي هترجعنا تاني لنفس ال value بتاعتنا فال condition بيقول ايه ان x t equal x t plus periodic time تمام طيب فبيقول لك برضو ان احنا ما حتيجي تحسبها هتشوف هتحسب الاول حاجة ال frequency و فهنحسب frequency وهيطلع لنا fraction الفرaction دي هتبقى k على n ال n ده هيبقى اسمه ايه احنا قلنا في في ال digital signal بنتعلم بال n مش بال t فال n capital بتكون اسمها fundamental period فهنلاقي ان هي k على fundamental period تمام طيب نيجي نشوف example اول حاجة xn equal cosine 0.5 phi n plus 0.3 الفورم دي احنا لسه شايفينها واحنا عارفين ان اللي هنا ده هو angler frequency بتاعتنا فزي ما احنا شوفنا هو رح عوض مكانها بالangler frequency وقلنا في الاخر دي انا ممكن ما وضحناهاش فوق بس هي عبارة عن حاجة اسمها phase والphase دي هنعرف بعد كده منستفيد منها ايه المهم ان احنا هناخد الكونفشن او الحاجة اللي قابل الان ودي هيكون الangler frequency بتاعتنا الangler frequency كانت equal كام عندنا الangler frequency equal معلش الخط 2 pi f في الانجلر frequency عندنا هنا بزيرو point five pi فنقدر ان احنا ننقل 2 pi تحتها 2 pi equal f فساعتها الpi هتروح مع الpi هيتبقى لنا 0.5 اللي هو 1 over 4 يبقى الfrequency زي ما هو عملها هنا equal 1 over 4 فنرجع تاني للرول او الفورميلا اللي هنا بيقول f equal k اي ان كان k d a بس هي integer over الان طوالما الان ده انتجر يبقى هو ده الايه fundamental period يبقى طبعا ان الفunction بتاعتنا او signal دي هي periodic اخر حاجة هي right وعلى left sided signal لو t less than predict time يبقى هي right side ولو t greater than predict time يبقى هي left side ودلوقتي d two functions مهمين جدا نعرفهم في discrete time signal علشان دول اللي هيبنوا معانا signals اللي جاية كلها طيب اول حاجة unit impulse unit impulse دي عبارة عن delta function لما يكون الفunction دي بنحط في البرامت بتاع بزيرو تبقى equal ايه one else بتكون بزيرو بمعنى ان احنا دلوقتي لو delta function عندنا delta n delta n على طول n ده معناها ان ال n لما تكون بزيرو هندي signal بone else السيجنال هتكون بزيرو زي ما احنا شايفين عند zero بس بone اما else كله بزيرو الحاجة اللي بعدها اللي هي unit step unit step شبهها مع عادة ان هي مش عند zero بس هي اي حاجة greater than zero فلو شفنا لو عندنا u بn يبقى ال n دي لو zero او اسمها ايه لو greater than or equal zero يبقى هتدينا one زي ما احنا شايفين greater than or equal zero less than zero بزيرو تمام طيب في حاجة بنقدر بقى نعمله في two functions دول حاجة اسمها shifting يعني ايه shifting ان احنا نخليها بدل ما تبدأ من الزيرو تبدأ مثلا من one او two او يعني ايه الكلام ده هنيجي نشوف مثلا نبدأ في المثال الفو اول مثال احنا لما قلنا delta function بn فده معناها ان لما ال n تبقى بزيرو هيبقى الفنكشن البرامتر المحدود فيها بزيرو فهتديناها one طب لو قلنا خلينا نكتب تحتها كده لو قلنا delta equal او delta equal ايه ماشي delta n minus one equal n minus one لو جينا نعوض نشوفه احنا ماشينا على التايم لاين نفرد بقى السيجنال ديش موجود احنا هنرسم احنا بقى السيجنال البتاقي لو قلنا هنعوض مكان ال n دي بزيرو فزيرو minus one بnegative one هل ال delta function لما بتاخد negative one بتدي سيجنال لأ ما بتدي سيجنال ده معناها ان هي هتدي زيرو سيجنال طيب ندخل على بعده عند one هنروح مع وقى one هنروح مع وقى دين one مكان ال n one minus one equal zero ساعتها ال delta function دخلها زيرو ده معناها ان هي هتدينا سيجنال ايه ان هي هتدينا سيجنال one طبعا لو عملناها minus seven ده معناها ان احنا طول ما احنا ماشينا على التايم لاين هناخد زيرو لغاية ما نوصل عند seven ساعتها لما نعوض بال seven هنا في ال n هيبقى seven minus seven بزيرو فساعتها ال function هتدينا ايه؟ هتدينا one نفس الكلام بنطبقه في ال unit step ال unit step لو عندنا ال u equal ايه ال u ايه مش equal u of n minus one فده معناها ان احنا لما هنيجي عند zero هيبقى نعوض هنا هيبقى ال u في negative one ال function دخلها negative one negative one ده معناها ان هي ما بتديش اي impulse طبعا لما نوصل هنا بقى ال one ساعتها ايه اللي هيحصل؟ ساعتها هيبقى one minus one ب zero فال function هيبقى فيها zero فساعتها هنبتدي تدينا impulse ب one فساعتها اكنانا عملنا لها shift ناحية اليمين او positive shift وبرضه هنشوف ده في ال operations اللي هنطبقها بعد كده دلوقتي بقى هنتكلم على operations on signal هنعرف ازاي نعمل ال operations بتاعتنا على signal زي addition وال subtraction وال multiplication اول حاجة هنتكلم ازاي نقدر نعمل addition ل two signals او two functions اول حاجة احنا هنتعامل على access كل point لوحدها بمعنى عندنا x1 plus x2 في x1 الفunction او signal بتاعتنا بالشكل ده و x2 بالشكل ده هنعتبر ان عندنا negative three في هاول غاية one عندنا negative two في الغاية one اهو وهكذا تمام؟ طيب هنبدأ باول حاجة نبدأ من ناحية الشمال لليمين فهنشوف هنلاقي عندنا هنا negative ten فنجدف تان هنا عندنا لغاية فيها الفاليو بتاعتها بكام؟ ب two هنشوف نجدف هنا تان هنا الفاليو بتاعت نجدف تان هنا بكام؟ ب zero فده معناها zero plus two equal two هنعملها هنا two طيب عند negative nine negative nine هنا ب two هنا ب zero فبقى zero plus two ب two نفضل نفس الكلام لغاية ما هنوصل عند negative three negative three هنا بكام؟ نقول هنا كده مثلا نجدف three عندنا هنا بكام؟ ب two برضو طيب نجدف three هنا ب one فthree plus two plus one ب three فساعتها عند negative three هنطلع لغاية three نفس الكلام لغاية ما نوصل هنا لthree هيبقى one plus two ب three وبعدين لما ندخل على الفور هيبقى عندنا هنا two هنا ب zero فهنرجع تاني للtwo ويهي البلوك بتاع بيقى بالشكل ده؟ انه عندنا function x1 plus function x2 اللي اتنين هيدخلوا وهيطلعوننا x1 plus x2 طيب في السابتراكشن في السابتراكشن نفس الكلام مثلا عندنا x1 minus x2 اول حاجة هنبدأ عندنا x1 minus x2 خلي بالكو x1 minus x2 غير x2 minus x1 ده طبيعي فهنيجي هنا مثلا عند negative ten negative ten negative ten هنا عندنا الفاليو كام بzero zero minus هنا بكام ب2 zero minus two بكام بnegative two فده معناه عند negative ten هننزل لnegative two نفس الكلام negative nine عندنا بكام هنا بzero هنا ب2 zero minus two بالnegative two لغاية ما هنوصل لnegative three هنا negative three ب1 وهنا negative three ب2 يبقى one minus two equal كام equal negative one وهكذا لغاية ما نوصل للسري وبعدين نرجع تاني هننزل تاني لنجاتف 2 علشان هيكون هنا 0 أصاد وهنا 2 0-2 طيب ندخل على ثلاث حاجة وهي الملتيبليكيشن ازاي نعمل ملتيبلاي لفونكشن تايمس فونكشن أو سيجن تايمس سيجن برضو نفس الكلام هنيجي هنا هنشوف نجاتف تان بكم نجاتف تان هنا بزيرو ونجاتف تان هنا ب2 2-0 بزيرو طيب أكده نجاتف تان هتبقى بزيرو نفس الكلام لغاية ما هنوصل عند نجاتف 3 نجاتف 3 هنا نجاتف 3 هنا عندنا بكام ب2 ونجاتف 3 عندنا هنا بكام ب1 بيبقى 1x2 ب2 فانطلعين ب2 نفضل عاملين نفس الكلام لغاية ما هنطلع بزيرو بتاعتنا كده والبلوك بتاعها بيبقى x1 ويدخل وx2 انبوت بدخله هنا ويخرجه x1x2 طيب في حاجة عندنا بقى سكيلين ان احنا مش هنعملها times فونكشن لا احنا هنعملها times constant معين عشان نعملها فمسلا عندنا هنا الفونكشن بتاعتنا لو عملناها times فتعمل لها طيب عمل لها عمل لها ازورنا برضو نفس الكلام واضحة بنعدي على العملية دي طيب هنا برضو لما بنيجي بندخل على البلوك هنا وهنا بنحط بتاعنا اللي احنا عايزين نعمل له times للفونكشن نيجي بقى حيطة time shifting ال time shifting كنت لسه متكلم عليها فوق وممكن نبص عليها بصة كده time shifting قلنا ان احنا ازاي نقدر نعمل shift للسيجنل بتاعتنا سواء السيجنل دي مثلا هنا دي unit impulse ان هي pulse واحدة ولا هي unit steps او signal ليها function معينة او wave معينة فهنا بيقولك ان احنا عندنا نوعين من shifting negative shifting و positive shifting يعني ايه positive shifting positive shifting ان احنا بنعمل wave shift ناحية اليمين ناحية positive direction والnegative shifting ناحية الnegative direction طيب لما بنزود على التي بنعملها plus ده بيبقى negative shifting لما بنعملها minus بتبقى positive shifting طيب البلوك بتاعيتها بتبقى شكلها ازاي نحنا دلوقتي مثلا عايزين نعمل delay او نعمل shift للفونكشن xn ناحية positive direction يبقى هنعملها minus 1 فساعتها بنعمل block اللي هي z power negative 1 ويطلع علينا الناحية التانية ايه xn minus 1 طيب لو عايزين نعمل positive اسماء negative negative shifting هنعملها plus 1 والبلوك بتبقى بالشكل ده وهنشوف example دلوقتي عليها دلوقتي احنا عندنا signal بتاعتنا عاملها لنا represent two forms اول حاجة اللي هي sequence اكتفعنا sequence هو بيروسها لنا او ده شكل table معنا صح معلش table وشكل كراف فبيقول عند الان احنا دي الان ودي ال x بيقول عند الان لما كانت بنجتف 2 كاننا ب5 ولما كانت نجتف 1 4 زي ما احنا شايفين دلوقتي بقى احنا عايزين نعمل لها shifting by 2 shifting by 2 ان احنا عايزين نعمل function x ونحط في الان نعمل في function دي x n minus 2 طيب دي بقى بنحسابها ازاي بنحسابها ان احنا هنعوض في function هنا بالارقام اللي هتطلع علينا لما نعوض في الان فهنقول ان احنا هنبدأ function او signal في الاول كانت بدي عند كام نجتف 2 تعالوا نبدأ احنا كمان عند نجتف 2 نيجي عند نجتف 2 نجتف 2 مكان الان هتبقى نجتف 2 minus 2 هتبقى نجتف 4 نيجي نبص function لحل فيها نجتف 4 دخلت فيها لا فده معناها نجتف 4 بتاعة الفنكشن دي بكام بزيرو فهنروح عاملين عند نجتف 4 0 لا احنا قلنا احنا وقفين هنا فهنعمل عند نجتف 4 طيب تاني حاجة الان لما كانت بنجتف 1 نجتف 1 نجتف 1 minus 2 بنجتف 3 هل عندنا هنا نجتف 3 لا فيبقى هنا برضو بزيرو نيجي بقى عند زيرو زيرو هنعوض عليها هنا زيرو منس 2 بنجتف 2 هنشوف الجدول هنا نجتف 2 بكام بفايف فانروح طلعين بفايف نفس الكلام لغاية ما هنعمل الجدول بتاعنا او السيجنال بتاعتنا كده هنلاحظ ان هي تعملها shifting by 2 units تمام وتعملها shifting ناحية الـ عشان احنا عاملنا لها minus 2 تمام فهو ده ببساطة المسائل بتاعة الـ ولازم ناخد بالنا من حاجة عشان نتلخبطش ان لما كنت بقول هنا نجتف 4 حتى الحتة لنا تلخبطت فيها لما بقول نجتف 4 والكلام ده عشان نتلخبطش احنا دايما دايما بنشوف احنا وقفين فين وبنعوض الحتة اللي احنا وقفين فيها بنعوضها مكان الـ تمام على اساس بقى الفونكشن بتاعتنا جوها n ولا جوها n-2 ده اللي بقى اللي بنشوف الرقم اللي بيطلع جوها وبنشوف هي الفونكشن دي لما بتاخد 0 بتطلع لنا ايه فلما بتاخد 0 بتطلع لنا 3 لما بتاخد 1 بتطلع لنا 2 تمام فهنا n-2 لما هات negative 2 منس نسمع ان او ناخد 1 1-2 في الاخر هيبقى اللي جوه ده negative 1 ساعتها هنشوف الفونكشن لما اخدت negative 1 طلعت لنا ايه طلعت لنا 4 تمام فساعتها هنا عند الـ هيبقى فيه 4 تمام طيب نيجي بقى عند الـ ناخد بالنا signal scaling غير الـ time scaling الـ signal scaling احنا كنا بنعمل scale للفونكشن من برة لكن في الـ time scaling احنا بنعمل scaling للـ time تمام طيب time scaling باختصار لما بيكون الـ constant او الـ value اللي احنا بنعمل بها scaling لو هي اكبر من الـ 1 فاحنا بنعمل compression بنضغط السيجنل لو الـ value دي اكبر من لزان الـ 1 فبنعمل expansion ان احنا زي بنمط او بنوسع السيجنل وهنشوف example دلوقتي عليها عندنا sequential signal دي معمولة بالـ sequential order وزي ما اتفقنا لما يكون فيه sequential بيعمل علامة عند الحاجة اللي هي عند الـ origin او السيجنل اللي عند الـ origin اللي هي عندنا هنا الـ 7 هناخد example بسيط جدا دلوقتي انا بيقول ان XN ده السيجنل بتاعتها احنا بقى عايزين نعملها scaling by time by 2 هي هنخليها X 2N خلي بالكو فيه فرق بين 2N وفرق بين ان احنا نحط 2 برا 2 برا كده احنا بنعملها scale للسيجنل نفسها احنا بنعمل scale للـ time تمام؟ طيب هنيجي بقى نحلها ازاي؟ نفس الكلام لما جانا نعمل shift هنقول مثلا مثلا احنا هنبدأ من negative 6 احنا هنا ده بقى الفنكشن الجديدة او مش الفنكشن الجديدة السيجنل الجديدة عند negative 6 هنعوض مكان الـ end negative 6 negative 6 times 2 negative 12 هل هنا عندنا اصلا negative 12؟ لا ما عدناش negative 12 فساعات هتبقى بزير هنرضل على نفس الحال لغاية ما هنوصل negative 3 negative 3 times 2 negative 6 هنيجي نبص في الفنكشن القاسية negative 6 كانت بكام؟ كانت بـ 1 فساعات هنعمل negative 3 هنا بـ 1 نفس الكلام negative 2 negative 2 times 2 negative 4 هنيجي نشوف هنا negative 4 كانت بكام؟ negative 4 هنا كانت بـ 3 فانوح عاملينها بـ 3 فلاحظتوا ازاي طالما هي greater than 1 فاتعمل لها compression ان هي اتضغطت السيجنل بدل مكانت كده بقت كده اخر محان اخر حاجة معنا هي time reversal time reversal باختصار ان احنا باننا ما حط negative للـ end بيعمل زي reflection على الـ origin زي ما احنا شايفين هنا دلوقتي لما حطينا negative للـ D اتعمل لها reflect طيب الـ positive بيبقى negative والـ negative بيبقى positive ايه كنو اتعمل له reflection بالزبط زي ما احنا شايفين من المثال هنا عندنا السيجنل هنا negative 1 عندنا بـ 1 0 2 وهكذا لما حطينا للـ end negative الحاجة تعمل لها reflect بالزبط زي ما اتو شايفين كده نيجي بقى نبدأ نحل المسألة واول مسألة عندنا بيقول لنا ان احنا عندنا سيجنل وعايزين ايه هي نيكوست ريت بتاعتها والنيكوست انتارفل ليه الـ continuous time signal دي نفتكر بس ان ايكوست ريت اللي هو الـ minimum sampling rate علشان ما يحصلش مشكلة فرية construction طيب اول حاجة قبل ما نبدأ لازم نتأكد ان الفورم الفونكشن بتاعتنا هي الفورم الصح للسيجنل اللي هي بيكون عندنا ده الـ amplitude بعدين كوزاين هنا الـ angular frequency في الـ time ممكن يبقى عندنا بلس الرقع فيز بس هنا بـ zero فعشان كده هو ما كدبهاش طيب هل ممكن يبقى فيه اكتر من فورم زي دي اه بس لازم يكونوا بلس بعض وهنشوف برضو ده في المسال تحت طيب بعدين عندنا الشكل ده نيجي نفتكر الـ nickel straight كان الرول بتاعه ايه الرول بتاعه كان 2 times maximum frequency maximum frequency طيب دلوقتي احنا هنجيب الـ frequency منين احنا لو فاكرين ان الـ angular frequency كان ليها رول ان الـ angular frequency equal 2 5 F فانيجي نشوف هو بيحل المسألة هنا ان هو عمل الـ form اللي احنا تكلمنا عليها او الـ function اللي احنا تكلمنا عليها ورح قالك ان الـ angular frequency equal 2 by F فرح خلت 2 by في ناحية مع تحت الـ angular frequency ورح عوض ما كان الـ angular frequency 200 pi اللي هنا over 2 pi فالـ frequency طلعت في الاخر بكام 100 طيب الرول بيقول maximum frequency تابعنا عندنا هنا frequency واحدة فيبقى طبيعي هي الماكسيمم فيبقى كده الـ rate بتاعنا هيكون 2 times F اللي هو 2 times 100 اللي هيكون 200 hertz طيب السؤال هنا بقى بيقول ايه نفس الكلام عايزين نعرف الـ next interval لـ function d ولازم ناخد بالنا من حاجة ان هي مش بالـ form بتاعبنا عندنا 1 over 2 pi cosine times cosine طيب احنا ما ينفعش عندنا كده لازم يبقى plus cosine على الأقل طيب هنعمل ايه فيه رول هو بيبقى موجود عندنا في formula sheet بس هنشوف كده ازاي نعمله نحن عندنا 2 cosine x times cosine y نقدر نفكها نخليها cosine plus cosine ازاي نحن تبقى equal cosine x plus y plus cosine x minus y طيب هنعمل ده ازاي تعالوا نشوف دلوقتي عندنا اهو الروز اول حاجة احنا عايزين نقط الحاجة cosine times cosine دي في البركت وعايزين جوة 2 فهنعمل ايه فهنعملها times 2 over 2 لكنها 1 فمش فرقة و2 over 2 هندخل 2 هنا مع الكوزين والهاف اللي فاضل هنخليه بره فيبقى كده بقى عندنا half times 1 over 2 pi هيبقى 1 over 4 pi وال2 عندنا جوة اهي طيب الروز بقى كان بيقول ايه ان احنا لو عندنا 2 cosine x times cosine y هنخليها cosine x plus y plus cosine x minus y فزاي ما احنا هنشوف طبعا التو دي ما خلط بس او cosine x plus y first angle plus second angle plus cosine first angle minus second angle تمام تمام فساعتها بعد ما اعملها اسم ايه جامع 4000 مع اللي هون 1000 وال 4000 minus 1000 اللي علينا بشكل ده طبعا فيه هنا بس مش موجودة فوصلنا في الاخر ان احنا عندنا one over four pi times cosine five thousand pi t plus cosine three thousand pi t طبعا احنا ممكن هنوزعها جوة ال one over four pi دي على الاثنين وكده بقى معنا two functions او two forms اللي احنا محتاجنا فاش الفانكشن بتاعتنا بقت بالشكل ده عندنا a1 cosine angular frequency t angular frequency 1 times t plus amplitude 2 cosine angular frequency 2 times t احنا هتفقين ال ايه هي ال one over four pi اللي متوزعها هنا متوزعها هنا وهنمسك بقى في الangular frequency هنحسب اول حاجة ال frequency بتاعت الفرست function فالangular frequency بكام 5000 فهنعملها over two pi طلعت لنا ال frequency الاولى ب 2050 تاني واحدة 1500 تاني واحدة 1500 تمام نيجي بقى هنا بنشوف اني فيهم الماكسيوم الانهي فيهم الماكسيوم فاكيد واضحة هي ال two thousand and five hundred فاعلك الماكسيوم بين function one و function two اختار 2500 تمام والنكوز انتيرفل بتحسب ازاي ان احنا بنعمل one over النيكوز تريت اللي هي one over five thousand هيرتز اللي هتطلع في الاخر ايه 200 ميلي ساكنز اظن مسألة سهلة وواضحة نيجي هنا بقى بيقول using basic building blocks catch the block diagram representation of discrete time system described by input output relation وارح ايلينا الفنكشن اهي where an x n is the input وال y is the output لازم ناخد بالنا ان ال input بس هو ال x والoutput بس هو ال y طيب اول حاجة لما يكون عندنا مسألة زي دي عندنا طريقتين للحل في طريقة ان احنا نرسمها step by step او في طريقة ان احنا هنخليها simple transform عشان يبقى الرسمة بشكل اوضح اول حاجة احنا هنعمل ايه احنا هنعمل هنستخدم basic blocks بتاع ال operation اللي احنا شوفناه فوق ده اللي هو blocks دي طيب اول حاجة كده هنقرأ المسألة بيقول y of n equal 0.25 y n minus 1 plus 0.5 x n plus 0.5 x n minus 1 هنلاحظ الحاجة الوحيدة اللي نقدر نعمل بها نعمل بها simplify ان احنا ناخد 0.5 هنا common factor فيبقى 0.5 times طبعا هننشطب ده x of n plus x n minus 1 تمام نيجي بقى نرسم اول حاجة هنبدأ كده مثلا من هنا هنقول ان احنا هنبدأ بx of n ده الانبوت بتاعنا كده كده ده بيقولينها هو الانبوت احنا عايزين x of n plus x n minus 1 فهنقسمه لنصين نص ال x of n هتفضل هي اللي وحدها والنص التاني هنعمل له ايه shifting طيب البلوك بتاع shifting كنا متفقين لهوزة power negative 1 فطلع علينا الناحية التانية ايه x n minus 1 كده احنا جابنا الحاجتين اللي احنا عايزينهم وهنعمل لهم بلاس بعض تمام طيب بعدين احنا بعد من خلصنا البراكت ده وبره في بره معمول له times 0.5 فهنح مدخلينه على times وندخل عليه 0.5 وبعدين اخر حاجة هنعمله plus 0.25 y n minus 1 طيب هل ينفع ان احنا ندخل y n زي ما عملنا z n كده وبعدين نعملها shifting لا ما ينفعش ليه علشان y n دي output ما ينفعش ان احنا ندخلها زي ما عملنا ال x كده فهنعمل ايه رحنا اقولنا احنا بعد ما وصلنا لمرحلة دي احنا هنعمل عملية addition فروح ندخلناه على بلاوك بتاع ال addition وايا كان اللي هيطلع منه ده المفروض هو ده l output النهائي فاللي هو l output النهائي بتاعنا اللي هو ايه اللي هو y n طيب l output النهائي ده اللي هو y n احنا هناخده قبل ما يطلع l output ونعمله shifting by 1 عشان يعمل لنا y n minus 1 وبعدين هنعمله times 0.25 فكده هطلع علينا هنا y n minus 1 times 0.25 وهنرجع نعمل لها addition في البلوك ده بس كده نيجي بقى على مسألة operations on signals بيقول لي given discrete time signal x n equal وعمل هالي بشكل sequence وإحنا قلنا لما يعمل لي شكل sequence بيعلم لي على ال value اللي هي لما تكون ال n ب zero كمام؟ فهروح هو معلمني عسري وقال ايه؟ قال sketch the following sketch لما ال x تكون n minus 2 لما ال x تكون n over 2 n power 2 negative 2 n plus 3 وبعدين 3 في كذا حاجة طيب تعالوا نمسك واحدة واحدة فيهم نشوف هنعمل فيها ايه؟ وأظن نحلينا حاجات قريبة منهم فوق نبدأ اول حاجة بيقول sketch n x n minus 2 طيب اول حاجة نعمل sketch لحاجة الاصلية بتاعتنا هنشوف احنا عندنا هنا ب zero zero وهنا negative 1 وهنا negative 2 وهنا 1 2 3 طيب اول حاجة عملنا sketch بتاعنا طبعا مش شرط في الامتحان نعمل sketch الاول بس انا بنعمله هنا مجرد ايه؟ عشان نبقى فاهمين احنا ماشيين ازاي طيب احنا طبعا عارفين ان احنا ما بنعمل minus 2 او minus constant او plus constant احنا بنعمل shifting بس نفترض دلوقتي ان احنا مش عارفين وهنشوف هنحلها ازاي اول حاجة لما عملنا sketch اهو sketch الاصلي بتاع xn بالشكل ده نيجي بقى هنعمل n minus 2 اول حاجة هنبدأ نبدأ مثلا هنا عند negative 2 negative 2 minus 2 negative 4 نرجع للfunction اللي في الاول دي singular function هنشوف negative 4 هنا عندنا negative 4 لا ما عندناش negative 4 عشان negative 4 بزيرو فسعيتها هتبقى هنا بزيرو طبعا مش شرط نعملها طالما هي على الشمال ما فيش signals اربعات ده بس zero طيب negative 1 negative 1 minus 2 ب negative 3 negative 3 عندنا هنا negative 3 لا بزيرو عندنا zero zero minus 2 ب negative 2 negative 2 عندنا هنا بكان ب2 فسعيتها هنعمل هنا 2 هنفضل معاملين نفس الكلام لغاية ما هنوصل ل 5 5 minus 2 ب3 3 عندنا هنا بكم بnegative 1 بnegative 1 اقل negative 1 تحت سوري فكده عملنا sketch ل xn minus 2 نفس الكلام هنعمله في n divided by 2 n divided by 2 زي ما فاكرين ده كان حاجة اسمها time scaling time scaling اللي هو يئمة بنعمل expansion او بنعمل compression ان احنا يئمة لو value greater than 1 يبقى احنا بنعمل compression ولو value less than 1 يبقى احنا بنعمل expansion وهنا value بتاعتنا بhalf 1 over 2 يبقى كده احنا بنعمل expansion فزي ما شوفنا اول حاجة عملنا sketch لل original function وبعدين هننفذ نفس الكلام قلنا هنبدأ من x negative 5 مثلا لما نيجي نعوض هنا n negative 5 over 2 negative 5 over 2 هيتطلع لي اصلا رقم بالdecimal فهو مش هيكون معنا طيب الرقم اللي بعد او نقول negative 6 negative 6 over 2 هل احنا عندنا هنا negative 3 احنا كنا هنا negative 2 انا بzero وهكذا يعني فما عندناش negative معدناش negative 3 فمش negative 6 بzero negative 5 قلت مش هطلع لنا الرقم integer هنيجي بقى عند negative 4 negative 4 over 2 negative 2 negative 2 بكام؟ ب2 طيب بعدين negative 3 negative 3 over 2 مش هطلع لنا integer فمش هيكون عندنا signal بتاعتها فهتبقى بzero negative 2 over 2 بnegative 1 negative 1 عندنا هنا بكام؟ بzero فبزيرو نفس الكلام لغاية ما نرسم الجراف بتاعنا بالشكل ده تاني حاجة n power 2 هنعمل نفس الكلام اول حاجة هنرسم الجراف بتاعنا وبعدين نيجي نبدأ مسلا من negative 3 negative 3 bar 2 بكام؟ negative 3 bar 2 بسري sorry زي ما قلنا هنبتدي نعوض بالفاليو مكان الان ونشوف الفاليو هتطلع في الفونكشن دي هنا الفاليو بتاعتها كام يعني مثلا لو قلنا ناخد بقى مش بازم نمشي بالترتيب هنقول ناجتف وان ناجتف وان هنا هنعوض احنا واقفين عن الpoint دي هنعوضها مكان ان ناجتف وان باور تو بوان هنشوف الوان هنا كانت بكام كانت بوان فساعتها هنطلعها بوان طب نشوف الزيرو الزيرو طبعا زيرو باور زيرو زيرو باور تو بزيرو فالزيرو عندنا هنا بكام بثري فهنطلع ثري طيب الوان الوان باور تو بوان برضو فهتبقى عندنا هنا الوان نفس الفاليو اه تو تو باور تو فور فور عندنا معندناش فور فهيبقى تو بكام بزيرو نشوف اللي بعدها وهنا المسألة متقسمة لكذا حاجة لو جينا نركز اول حاجة احنا عندنا الان فلس سري ده معناها ان احنا هنعمل شيفتي واتفقنا طالما تلاس فيد طالما كلاس يبقى احنا بنعمل شيفت للنغيتيف سايد باي سري يونطس طيب تاني حاجة احنا عندنا طايمس تو طالما عندنا طايمس تو يبقى ده معناها ان احنا بنعمل ايه بنعمل سكيليج طيب وطالما طايمس تو حاجة 절대 Hay Vou يبقى احنا بنعمل ايه احنا بنضغط السجنل بتاعتها واخر حاجة عندنا ان فيه نيجتيف ده معناها ان هي هنعملها ايه زي mirroring هنعمل mirror للسيجنل بتاعتنا على ال y axis طب نشوف بقى الكلام ده كله هيحصل ازاي اول حاجة الفونكشن بتاعتنا هنرسم الفونكشن عادية تاني حاجة هنعمل shift by 3 للnegative side فلو لاحظنا اهو الpoint دي بتعمل لها one two three بتعمل لها shifting by three units ونفس الكلام بتعمل لباقي السيجن او كباقي ال values طيب تاني حاجة هنعمل scaling عملنا scaling بعد ما عملنا scaling هنعملها بالطريقة اللي احنا عملناها قبل كده بقى السيجنل عندنا بالشكل ده اخر حاجة هنعمل mirroring فال mirroring على ال y axis هيبقى بالشكل ده بس كده هي المسألة تبان صعبة او معقادة لكن لو بتدينا نفصصها هنلاقيها سهلة جدا طيب نيجي بقى على المسألة اللي هنا المسألة اللي هنا عندنا متقسمة لكذا حاجة اول حاجة احنا عندنا two function او two signal signal d والsignal d نيجي نمسك signal d signal d اللي احنا عارفينها عادي جوا n-2 ده معناه ان احنا هنعمل للsignal shifting by two والpostive direction وهنا عندنا time three ده هنعمل للsignal كلها time three طيب تاني حاجة عندنا فاكرين ده كانت ايه ال unit impulse او delta function delta function دي كانت بتقول ايه بتقول delta function لما كانت هنا zero بيدينا pulse one لكن غير كده بكام غير كده بزيرو طيب تعالى نمسك اول حاجة ال function بتاعتنا اللي هنا function بتاعتنا اللي هنا هو ده الشكل بتاعها هنعملها shifting by two عادي جدا وبعد ما نعملها shifting by two اه شفتو دي غلطة مني احنا قلنا هنعمل shifting by two للpositive direction للpositive direction يعني هتا one two ونفس الكلام لباقي ال values وبعدين هنعمل لكل value فيها time three تمام طيب بدلا من نرسمها تاني بعد ما نعملها shifting لازم ده اخد بالنا من delta function ليه ال delta function احنا لو ملاحظين ان هي هتعمل pulse في n واحدة بس او في مكان واحد بس لكن الباقي هيبقى في zero فده معناه ان اي value هنا لما نيجي نعملها في اي حاجة غير ال one اللي هنا هتبقى بزيرو فده معناها ان احنا مش هيبقى عندنا غير signal او pulse واحدة بس طب ما نيجي نشوف الفالس دي هتبقى فين علشان على اساسها نشوف اللقصادها الناحية التانية في السيجنال دي هتكون ان هي واحدة اول حاجة هنشوف في delta function هنا احنا عندنا ال n احنا المتعودين لو delta بزيرو هتبقى هنا ايه ال one فنيجي نشوف لو عوضنا zero في ال n هتبقى نيجي في four هل delta نيجي في four بحاجة لأ بزيرو هنفضل ماشيين لغاية ما هنوصل لل four four هنعوضها مكان ال n هنا four minus four بزيرو فساعتها ال delta هتبقى هنا بزيرو فده معناها ان هو هيدي pulse بone طيب البالس بone ده هيكون times البالس اللي موجود على على four على n equal four فنيجي نشوف هنا n equal four كان بكام n equal four هنعحط الفور مكان ال n هنا هيبقى four minus two بـ two فنيجي نشوف هنا two كان هو ده هيبقى عندنا هنا بone ما ننساش ان البره في times three فthree times one بكام بثري طيب يبقى كنا احنا عندنا هنا three وهنا عندنا بone فthree times one بكام بثري وتاني احنا ليه عملنا البالس او الفاليو بتاعتنا عند four بس علشان ال delta function في اي مكان تاني بزيرو فلما نعمل zero times اي values من دي هتبقى بزيرو فعشان كده ال value الوحيلة هتكون موجودة عندنا عند كام عند الفور نيجي في المسألة دي المسألة دي برضو هنقسمها الجزئين عندنا الفونكشن بتاعتنا عادية جدا والفونكشن تانية اللي هي ال unit step ال unit step نفتكر كانت بتقول ايه بتقول ان ال u او في n لو ال n greater than or equal zero فهي بتبقى بوان اقل من الزيرو مفيش فاحنا عندنا من الزيرو لغاية لغاية ال positive direction كل بوان بس لو لاحزنا في حاجة هنا جوه هو جوه مش n هو جوه two minus n طيب احنا ممكن نكتبها برضو بشكل تاني يعني سمنا من الشكل دلوقتي ممكن نقول u negative n plus two طيب يبقى كده احنا عايزين اول حاجة احنا بنعمل shifting للفونكشن للسيجنل دي نعمل shifting by two لل negative direction فلو لاحزنا ان احنا هنا هنزقها ناحية negative direction بس بعديها هنعمل لها mirroring يعني بعد ما نعمل shifting هنعمل لها mirroring فهو راح عمل shift وبعدين mirroring اطلعت لنا بالشكل ده عشان تتخيلوها ممكن نفتح عشان نتخيلها هنا مع بعض هو اول حاجة احنا قلنا هي بتبقى طلعة اغير اللون عشان يتباين برضو ده الunit step في العادي لما يكون n فاول حاجة راح نقولنا ان انت هتعمله shifting by two لل negative direction ده معناها ان ده هيروح one two فانيجي لما نرسمها تاني احنا هنبدأ من هنا وهنفضل مكملين كده ناحية positive direction وبعدين راح قالك ايه وطبعا ده معناه ان دول بزيرو راح قالك اعمل لهم mirroring mirroring يعني كل اللي على يمين دول هيبقوا ناحية الشمال والاتنين بقص العشمال دول هيبقوا ناحية اليمين فلما نيجي نرسمها هيبقى الاتنين اللي كانوا عشمال بقوا على اليمين والباقي كله اللي هو كان مكمل للاخر كله ناحية ال negative للاخر وطبعا كل دول بزيرو لناحية اليمين تمام ارجو اكون وضحت الحتة دي نكمل بعد ان خلصنا الناحية دي دلوقتي هنعملها times ال السيجنل بتاعتنا الكثير او اللي هي x of m تمام فهنعمل نفس الكلام هنعدي بقى على واحدة واحدة اول حاجة تعالوا نبدأ من اليمين بما ان احنا عارفين ان من 3 لغاية فوق كله بزيرو فاحنا هنبدأ من التو فاحنا عندنا هنا التو ده 0 1 2 3 فاحنا قايلين 3 اصلا 3 اسمه 3 هنا بناجد في 1 بناجد في 1 times 0 0 فعطينا 0 على طول طيب نبدأ بقى من التو هنا ب1 1 times 1 ب1 وبعدين 1 times 1 1 1 times 3 3 3 times 1 او احنا قلل 3 times 1 ب3 وبعدين 0 times 1 ب0 وبعدين هنا عند الناجد في 2 عندنا الناجد في 2 بكام ب2 2 times 1 ب2 طيب احنا واخدين بالنا ان هنا لسه في الفونكشن بتاعت يومة ستاب مكملة للاخر لكن هنا احنا وقفنا خلاص عند التو فده معناه ان الباقي اللي هنا كله بزيرو ده فده معناه ان احنا هنكمل كده الباقي كله بزيرو فيبقى دي السيجنال بتاعتنا الجديدة نيجي بقى هنا بيقول x e n عايز نعمل نعمل draw للفونكشن دي x e n ليها الفورميلا دي و x note n ليها الفورميلا دي كل اللي علينا ان احنا بنعوض في الفورميلا ببصار فانا نيجي نشوف مثلا لو عندنا هنا negative 1 اول حاجة انت شوكته هنا عمل graph للفونكشن بتاعتنا و graph للميرور او الميرور بتاع الفونكشن هي negative 1 وبعدين راح جل قال لك هنا ايه قول لك نقف عند negative 1 negative 1 عندنا هنا negative 1 بكام ب1 و عندنا هنا negative 1 بكام بزيرو 1 plus 0 ب1 حلو over 2 يبقى بهاف فساعتها يبقى negative 1 عندنا هنا بكام اللي هي ال x of e هتبقى بهاف حتى انت ملاحظين هنا هو مش وافع عند ال 1 بهاف نفس الكلام هنطبع على بال points ونعوض في ال values بتاعتها نفس الكلام في x node بس الفرق بين الرول دا و الرول دا ان هنا plus xn plus x negative n هنا xn minus x negative n دلوقتي بقى بيقول لي اشوف السيجنلز قدامي دي هل هي periodic ولا periodic طيب دي كنا بقى بنشوفها ازاي لو فاكرين ممكن نطلع كده فوق شوية كان بيقول ان احنا بنشوف ال frequency وال frequency equal k over n وال n دي هي fundamental period فلو ال n دي انتجر يبقى تمام يبقى دي periodic function او periodic signal وال n بتاعتها equal الرقم اللي هيكون تحت في الفرقشن في الفرقشن تمام فتعالوا نجرب نشوف هنعمل اين اول نسألة بيقول لي ايه بيقول لي sign 30 over 105 by n plus 4 طيب اول حاجة angler frequency احنا عارفينها ان هي دي طيب ونقدر نطلع منها ال frequency علشان angler frequency equal 2 by f اوكي فساعتها ودينا 2 by ناحية تانية بيت f equal angler frequency over 2 by عوضنا مكانها اه 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 angler frequency 30 over 105 by عوضنا طلع عندنا طلعت لنا frequency 1 over 7 دي k constant عادي وهنا عندنا ال n بما ان بعد ما عملنا simplest form n طلع rational number فيبقى كده دي periodic time periodic function وال n بتاعتنا بيكان بي 7 نيجي نشوف المسألة اللي بعدها cosine 6 n طيب cosine 6 n هنطبق نفس الرول احنا عندنا القبل ال n ده هو angler frequency طلع angler frequency عندنا بكام 6 6 over 2 by في الاخر لما نوصل simplest form هتبقى 3 over by يبقى frequency equal 3 over by بما ان ده مش rational number فيبقى ده non periodic تمام طيب نشوف اللي بعده هنا ناخد بالنا ان لما يكون عندنا الفنكشن بالشكل ده angler frequency هو ده اللي قبل ال n فنفس الكلام هنلاقيه في الاخر طلع لنا 3 over 20 فيبقى ان هو rational number يبقى ده السيجنل ده periodic و ال n equal 20 اللي بعدها دلوقتي احنا عندنا two signals تمام هنقسمهم لفنكشن الوحدها دي والفنكشن دي الوحدها اول حاجة هنشوف angler frequency هنا بكام ونحسب ال frequency والانجل ال frequency هنا بكام ونحسبها فاول واحدة حسبناها اهي اول واحدة حسبناها لقينا ان هي ال frequency ب5 over 6 فيبقى كده ال n بتاعتنا ب6 فدي periodic تاني واحدة لما حسبناها طلعت لنا 17 over 9 pi دي مش rational number فاللي تحت 9 over pi ده مش هينفقى يعني دي اصلا non periodic فيبقى كده first periodic لكن second non periodic فكده ال whole signal ايه non periodic لازم يكون ال 2 periodic نيجي في المثال هنا المثال هنا عندنا اا ال 2 دول اول حاجة اول حاجة اول حاجة زي ما عملنا قبل كده ماينفعش نخليها بال form دي احنا عايزينها كزا plus كزا يعني حاجة فيهم plus تانية ماينفعش ال 2 times بعض فهنعمل ايه فعلا نتكي الرولز اللي عندنا دي كان عندنا حاجة فيهم ان لو sine times cosine نقدر 2 sine x times cosine x هيتبقى ايه sine x plus y plus sine x minus y هنعمل نفس الكلام هنا لغاية ما وصلناها بالشكل ده وفي الاخر هنحسب ال frequency هنلاقي انه واحدة 17 over 6 والتانية 5 over 9 فاول واحدة periodic وتانية واحدة periodic يبقى ال 2 مع بعض او ال whole signal periodic طيب عشان ساعتها بقى نحسب ال n هناخد 6 ولا 9 ساعتها هناخد lowest common factor او الاست common multiple الاست common multiple بتاع 6 ولا 9 كام 18 تمام طيب دلوقتي بقى هنتكلم على basic system ال basic system ده هنشبهه بحاجة اسمها black box فالsystem بتاعنا black box احنا منعرفش ايه لجواه بس احنا بندخله one or more inputs فبيطلع لنا one or more outputs تمام تمام طبعا مش شرط ان عدد ال inputs يكون هو هو عدد ال outputs فالsystem ده بيبقى ليه properties ال properties دي هتكون اول حاجة causality linearity time invariance هو memory ولا memory less system وال stability نمسك اول حاجة causality امتى نقول ان السيستم ده causal system وامتى ان هو non causal system causal system لو هو independent of future values يعني هو ما بيعتمج على future values يعني ايه نفترض ان احنا دلوقتي عال time line ودلوقتي احنا في الثانية رقم اثنين فده معناه ان السيستم بتاعي لازم يعتمد على اثنين او حاجات قبل كده ان هو يعتمد على present input او past input او الاثنين مع بعض فانا لو شوفنا ال example بتاعنا هنلاقي ان yt equal xt plus xt minus 1 هنا t2 وهنا t minus 1 1 دي present value ودي past value فده معناه ان السيستم بتاعنا causal علشان doesn't depend on future value تمام طيب امتى يكون non causal لو هو بي depend on future value فنشوف ال example هنا عندنا yt equal xt plus 2 plus xt minus 1 t plus 2 هتبقى 4 t minus 1 ب 1 طبعا 1 دي past value لكن 4 دي future value دي بعد اثنين كمان فده معناه ان هو non causal system تاني حاجة time invariance time invariance بيقولك ايه انها لو دخلت له input طلع output لو انا عملت delay في ال input ده المفروض يحصل delay في ال output فمثلا لو انا عندي xn دخلتها لل system طلع لي yn فده معناه انها لو خلتها xn minus n node المفروض يطلع لي xn minus n node تمام وبرضه هنشوف ده هنعمله ازاي في المسائل تحت تاني حاجة memoryless ولا memory system امتى يكون memory system لو هو بيحتاج يخزن future او post values فلو عندنا في ال example هنا هنا yn equal nx n minus 1 plus xn plus 1 لو لاحظتو هنا d لو احنا برضو واقفين في الثانية اثنين فهنا n minus 1 ب1 وn plus 1 ب3 دي future value دي past value فهو هيحتاج memory عشان يعمل store للvalues دي فيبقى كده ده اسمه ايه memory system على عكس memoryless system memoryless system بيعتمد على present values بس فهو لاحظنا ان هنا x2xn minus x power 2n هي بيعتمد على n بس تمام طيب وهنا بيقولك كمان ان memoryless system ده بيبقى causal system ليه لو فاكرين causal system كان شرطه ان هو ما يعتمدش على future value فاحنا هنا عندنا من نعتمدش على future value فيبقى ده causal system دالت حاجة معنا linearity linearity ليها حاجتين بيقولك ان دلوقتي لو دخلنا x1 طلع لنا y1 ودخلنا له x2 طلع لنا y2 ده معناه ان احنا لو دخلنا له x1 plus x2 طلع لنا y1 plus y2 ده معناه ان هو linear system او لو دخلنا x طلع لنا y لو دخلنا ضربناه constant او اي coefficient ax a times x المفيد يطلع لنا اي a times y تمام لو حصل الشرط ده ويه الشرط ده يبقى ده معناه ان هو linear system عكس كده non-linear اخر حاجة وهي stability stability هنطبقها عن طريق rule بتاع بيبو بيبو ده اللي هو bounded input bounded output يعني ايه bounded input bounded output ده ببساطة بيقولك انا لو دخلتلك في system bounded input inputs ليها boundaries معينة ماينفعش تطلع لي output outbound او ملهوش boundaries بمعنى ماينفعش تدخل لك حاجة limited تلاقيك بيطلع لي output حاجة فيها infinity لو دخلتيا حاجة فيها infinity فدي حاجة not bounded فساعتها ده هيكون not stable system عكس كده هيكون stable system وهنشوف كده في المسائل اللي احنا هندخل عليها طيب هنا بقى السؤال بيقول لي ايه check the following system with respect to time invariance linearity causality and be stability also determine if any of them is with memory حلو طيب نبدأ اول واحدة y n equal x power 2 n minus 1 اول حاجة هنشوف هو محتاج memory ولا هنلاقي ان هنا احنا n minus 1 ده بيعتمد على past value طبعا بيعتمد على past value ويبقى هو بيحتاج memory يبقى اول حاجة system with memory طبعا اي سؤال هو بيسأل اه شوف system ده respect وكذا لازم نقول له السبب ايه فليه with memory علشان هو depend on depend on past input تمام طيب تاني حاجة هو causal ولا non causal هو causal ليه احنا فاكرين causal ان هو ما بيعتمدش على future value فيبقى because the output at any time doesn't depend on future inputs تمام طيب اخر تالت حاجة linear ولا non linear linear ولا non linear نيجي بقى نشوف ازاي بتتحدي هنمسك المسألة بتاعتنا كده ونقول ان احنا هنعتمد ان دي y1 ودي x1 اول مرة احنا دخلنا للسيستم ال x1 power 2 n-1 طلع لنا y1n وبعدين دخلنا له x2 power 2 n-1 طلع لنا y2n فالمفروض المفروض لو السيستم linear ودخلت له x1 power 2 n-1 plus اللي تحتها x2 power 2 n-1 يطلع لي y1 n plus y2n مش بس كده ولو عملنا coefficient ضربنا coefficient في كل واحدة فيهم مفروض يطلع لي coefficient ناحية تانية يعني مفروض في الاخر يطلع لي لو دخلت له ال input ده يطلع لي output ده ده لو هو linear لو ما طلع ليش لو دخلت له input ده ما طلع ليش output ده يبقى هو ايه non-linear طيب جي بقى هنحلها ازاي اول حاجة هنفترض بقى ان في عندنا x3 x3 d جمع بين x1 و x2 تمام والمفروض y3 d هي equal على اساس ال equation اللي احنا بندخلها للسيستم y3 equal x3 power 2 في n minus 1 حلو طيب دلوقتي هنعوض مكان x3 بx1 و x2 فده معناه ده معناه ان المفروض لما نعوض مكانه في الاخر يطلع لي الشكل ده كده لو ما طلع ليش الشكل ده كده ده معناه ان y3 not equal الكلام اللي هنا ده فده معناه ان السيستم non-linear تمام فراح عوضنا مكان x3 بالكلام ده كده راح طلع لنا الكلام ده بولو power 2 تمام وطبعا بنعوض مكان كل n بn minus 1 بعدين بعديها هنوزع الpower 2 جوه بعد موزعنا الpower 2 جوه بقى الشكل بتاعنا كده طبعا ده not equal الشكل ده فده معناه ان y3 not equal alpha y1n plus beta y2n طبعا ما كده ده معناه ان احنا لما دخلنا ال input ده مش هيطلع لنا output ده طيب ده معناه ان السيستم non-linear طيب تاني حاجة time invariant time invariant احنا اتفقنا ان احنا لو دخلنا للسيستم xn طلع لي yn ده معناه ان لما دخله xn minus n note هيطلع لي yn minus n note حلو فهنعمل نفس الكلام اللي احنا عملناه في linearity احنا هنفترض الكلام ده وفي الاخر لو طلع فعلا كده يبقى هو time invariant فروحنا عملنا ايه قلنا y1 وx1 وعوضنا مكان n بn minus n note رحنا قلنا ان الحاجة اللي هندخله بقى هي x2 دي هتكون هي x1 equal n minus n المفروض ده يطلع equal a يطلع equal ده كده جميل تمام فقلنا ان y note زي الاكوشن دي y2 x2 power 2 n minus 1 عوضنا في x2 بالاكوشن دي كده اللي احنا افترضناها فلما عوضناها طلع لنا الشكل ده طبعا احنا ده هو ده باختلاف بس ان احنا negative 1 ما كان negative n note فلقينا n y2 n equal y1 n minus n note فطالما ال input اسم ايه طالما ده equal ده يبقى ال system ده ايه time invariant ان ال delay اللي احنا عملناه في ال input حصل في ال output اخر حاجة هو stable ولا not stable بما ان ال inputs اللي بدخل لو هي بيطلع لنا bounded output يبقى هو stable طبعا في ال examples اللي معنا دي مش هنلاقي حاجة non stable بس انا هقولكو على example non stable يعني هنخرج من المسألة بس عشان نشوف حيطة ال stable non stable لو عندنا y n equal n n n ال system ده stable ليه ال system ده stable عشان مهما دخلنا له من input محدودة هيطلع لنا outputs محدودة على عكس لو قلنا y يبقى ده كده stable لو قلنا y n equal tan tan n لو قلنا tan n فال system ده not stable ليه عشان لو احنا بندخله input محدودة بندخله مثلا من 30 degree لغاية 100 من 100 degree احي input محدودة هنيجي نوصل ان لما يكون 90 degree 1090 ب infinity او بيبقى بيدي ماسقر عك الخطر بس ب infinity ف infinity ده not bounded out فيبقى ده not stable not stable ايه not stable system طب حقيقة مثال تاني ممكن نقول انه هو لو one over n ليه عشان لو ال n دي بقت ب zero هيديني برضو infinity فدي not stable system طب ده مثال الحاجات ال non stable اه نكمل اه هنا ال cosine x اه x في n تمام اول حاجة هو memoryless ليه memoryless عشان ما بيعتمدش على future ولا past input طب casual ولا لا هل بيعتمد على future future value لا ما بيعتمدش على future value ليه بقى كده هو اه causal مش casual causal اوكي طيب اه linear ولا لا هنعمل نفس اللي احنا عملناه فوق وهنلاقي ان لما نعمل y one plus y two x one plus x two مش هيطلع لي y one plus y two تمام هيبقى هو non linear time invariant هنعمل نفس الكلام هنلاقيه ان فعلا ال input اللي احنا متوقعينه output اللي احنا متوقعينه طالعه هو هو هيبقى كده هو time invariant و stable علشان ال bounded input هو نفسها bounded output نفس الكلام هنا اه ما فيش اي جديد اه هنلاقي ان هي linear time invariant هنا مش هيحقق condition مش هيبقى time invariant سوري هيبقى time invariant بقى هنا بقى عشان محققش condition هيبقى time invariant بس اه دي مسائل basic system كده نكون خلصنا اتمنى اكون في التكم وما لغبطكمش في الاخر بس وبالتوفيق ترجمة نانسي قنقر